زي ابو تابعي قناة فادي التعليمي اهلا ومرحبا بكم في تمرين جديد من تمرين التمديدات الكهربائية وهو عبارة عن التحكم بمصباح كهربائي من خلال مفتاح نفرد وايضا تشغيل جرس كهربائي من خلال الضغط الكهربائي اضفنا في التمرين ابريس فالى التفاصيل والى الشرح قريب شوية عندنا الخط الحار معروف الخط الحار راح ينزل على المتحكمات الثلاث اللي هنه اول شي المفتاح المفرد لازم يصلوا خط حار رضا هو الخط الحار ايجي من هون هذا الخط الحار الاحمر نزل على المفتاح المفرد الان الخط الحار الاحمر نزل على الابريس بالسيكار هذا السيك نزل خط الحار على الابريس الخط الحار أيضاً نزل على الضغط الجرس بالخط هذا إذن الحار وصل للمتحكمات الثلاثة من خلال علب الوصل الثلاث هذا بالنسبة للخط الحار الآن في عندنا راجعين بالدائرة أول راجع بيكون باتصال بين المفتاح والمصباح اللي هو اللون الأزرق هذا إذن هو خط واصل بين المفتاح والمصباح نسميه خط راجع هذا هو جبناه خط أزرق من هون إلى المصباح العليمي بالضغط هون فيه خط راجع ثاني خط راجع اللي هو بتتصل بين الضغط والجرس اللي هو باللون الأخضر حطنا إذن هذا الراجع الواصل بين الضغط والجرس يظل البارد البارد بتوزع الأحمال في عندنا ثلاث أحمال إحنا عندنا حمل كهربائي المصباح وحمل جرس وحمل اللي هو أنا متوقع يتشغيله اللي هو من خلال إبريز فراح راح نجيب البارد على الأحمال الثلاثة هذا البارد أبيض حطينا فمن العلبة الوسط إلى العلبة الجانبية اليمنى إلى المصباح هذا أول بارد البارد الثاني من العلبة الوسط إلى العلبة الجانبية اليسرة إلى الجرس البارد الثالث اللي هو نزل من العلبة الوسط إلى الإبريز إذن بيكون هيك اكتمل الدائرة بس تلينها إحنا نجيو نفحص الإبريز هل بيشتغلوا ألا لا هذا الإبريز شغال إذن الدائرة اكتملت بكل عناصرها بحيث إنه المفتاح وصله حار وراجع للمصباح الضغط وصله حار وراجع للجرس والإبريز وصله حار وبارد والمصباح وصلها راجع من المفتاح ووصلها بارد وأيضا الجرس وصله راجع من الضغط ووصله خط بارد أعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر